ايها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته القناعة كنز لا يفنى عبارة نقولها نعم وردت على ألسنة الصالحين وبعض التابعين القناعة كنز نعم هي كنز عندما يقنع الإنسان بما عنده يرضى عن ربه ويرضى الله عز وجل عنه عندما لا ينظر الإنسان إلى ما في يد غيره يرضى عن ربه وعن عطاء ربه ويرضى الله عز وجل عنه علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأدب فقال لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم صدقت يا سيدي يا رسول الله إذا ما تطلعت عين الإنسان إلى ما عند غيره وقع في الهلاك وأصابه الطمع ولا ينفع أبدا معه شيء ولا يقنع بشيء لو كان لابن آدم واديا من مال لتمنى أن يكون له وادي آخر ولا يملأ عين ابن آدم إلا الطراب ويتوب الله على من تاب هذا الأمر يقع بين الناس كثيرا الطمع نميت القناعة في النفوس ونحي هذا الخلق الخسيس خلق الطمع خلق الطمع جعل المقاطعة بين الأخ وأخيه عندما يطمع في حقه في الميراث خلق الطمع جعل الزميل يريد أن يعتدي على حق زميله في العمل بل ربما يدبر له المكائد لأخذ حقه ولأكل شيء من راتبه الطمع جعل الرجل لا ينظر إلى اليتيم الضعيف إن كان ابن أخ أو ابن أخت ويدبر لأكل حقه في الميراث الطمع جعل القطيعة بين الإخوة عندما يدبر الأخ أن يأكل حق أخته في الميراث نسمع قصص عجيبة نسمع عن رجل ربما يؤذي أقرب الناس إليه حتى يخلص إلى ماله فيستحوذ عليه رأينا الأخ يدبر لأخته الشر حتى يأكل حقها ويستحوذ على مالها ما أخس هذه الصفة صفة الطمع حتى أن العلماء وقفوا عند حروفها فوجدوها حروفا مجوفة وكأنها تتعلق بالجوف هذا الجوف الذي لا يمتلئ أبدا إذا ما تعلق الإنسان بهذه الصفة بين القناعة والطمع يعيش الإنسان إما أن يقنع بما أعطاه الله وإما أن يطمع وينظر فيما عند غيره علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة أن يقنعوا وكان صلى الله عليه وآله وسلم راضيا قنوعا بعطاء الله له فهو الذي يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته نار أي أنهم ربما لا يطبخون شيئا ولا يصنعون طعاما اللهم كان طعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء والتمر الأسودان ومات صلى الله عليه وآله وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يشبع من خبز الشعير وعندما فتحت خيبر قالت السيدة عائشة الآن يشبع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الشعير هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة كلها قناعة وكلها رضا عن الله تبارك وتعالى الطمع كان بعيدا عن الصالحين وما أصاب المتأخرين من الطمع أوقعهم في هلاك وكم أوقعنا الطمع في قطيعة الأرحام وفي بغض بعضنا بعضا وفي التسبب في كثير من الجرائم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق نفوسنا القناعة وأن يقنعها بما أعطاها وأن يحفظها من الطمع ومن شر الطمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر